السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو عن طريقة رسم الغطرة والعجال العجال الخليجي يختلف عن العجال العراقي في فكرة السمك يعني انه يكون سميك فالخليجي يكون السمك بتاعه بسيط شوية هنعمل الأول العجال لشخص ينظر إلى الكاميرا بالشكل ده فهنعمل خط منحني وخط آخر اللي هو سمك العجال والخط الثاني اللي هي اللفة الثانية للعجال من فوق لو كملت المفروض اكمل اعمل شكل بيضاوي على اساس نبيل المنظور لكن انا هنا من فوق غطاء الرأس هيكون جفل على الشكل البيضاوي اللي انا عملته في الواسط المرزام المرزام السعودي لتحت القطري بشكل ده وبعدين هنعمل مثلا اني الاخ ده الكشفة بتاعته هتكون انه هو لافف الغطرة من ورا كده من الجهة دي فهعمل انا شكل الغطرة بالشكل ده وبعمل الخطوط فيها انحناقات كده عشان اني انا اوضح اليونة اللي في الجماش هنا هعمل من على الجهة الاخرى اللي هي دي انا هعمل خط كده ما هكمل الا لما ارسم باقي الرأس الرأس المفروض انه شكل بيضا انا هكمل من هنا بالشكل ده وهكمل من هنا الشكل ده انه هو الرأس الوجه بتاع الشخص ده الرأس المفروض انه هم خطين واحد من هنا واحد تاني من هنا طبعا ده عشان هو التوب القطري هيكون الرأس بتاعته بالشكل ده السبعة اللي انا اعملها دي وبعدين من هنا تنزل على كبير شوية والجهة الاخرى نفس الكلام تنزل على اكبر بالشكل ده الاكتاف هنا ده لافف من هنا فهنعمل الكتف كامل من هنا عادي وانزل بي الخطوط بالشكل ده فيها انحناءات كده وهنا انا ده ما هكمله الا لما ارسم الغطرة جاي منين ورايحة فيه هنا اللفة اللي انا لفيتها تمام نحاول ان احنا نضبط الشكل الغطرة بالشكل ده هنا نظهر المكان اللي هو لافف منه الغطرة على اساس ضبط الكشخة بالشكل ده وبعدين نكمل الكتف من الجهات الثانية هنا العيون يعني للمسلا الحواجب نحن هنا في الثلث الاخير من فوق من الرأس عملنا الحواجب ممكن تتفاذى الرسم العيون مثلا انك ترسم للمبسه نظارة نظارة شمسية مثلا للمسنا نظارة بالشكل ده كمان هنا الازن المفروض هنا احنا خلينا بوسص هناك شوية مش عارف ليه الازن المفروض تكون مع الانف يعني هنا الانف الشخص ده هيكون الازن نهايتها هنا عند الانف بالشكل ده طبعا هنا نفس الكلام مفروض خلينا خلينا خط كده على اساس الانف طيب لو نفس الشخص بس من الجنب يعني من الجنب أنا شوف الشخص ده من الجنب كيف هيكون يعني نفس الشخص طيب هنا رسمنا العجال الخط المنحاني اللي قلنا عليه والخط التاني اللي فوقه وبعدين تكملت غطاء الرأس من هنا وهنا المفروض طبعا احنا احنا عايز بس ارفع الغطرة شوية فهنا ما كنت كملت ده بس احنا اني برسم بالحبر هنا اعمل الشكل بتاع الغطرة لفة من ورا من هنا ومن هنا الشكل بكل بساطة انهي الغطرة هنا الشخص ده طبعا مفروض ان هنا الجبهة معايا هنا الحاجب طبعا في المكان ده الأنف بالشكل ده الفم الأزن هتكون في نفس مستوى هنا يعني الأزن نهايتها تنتهي هنا الأزن تمام طبعا احنا احنا بس العين تكون بس من الجنب كده الرجبة بالشكل ده طبعا هنا لو التوب القطري هيكون بالشكل ده هنا خلينا تطلع له شعر من هنا ونزله زلف من هنا كمان شعر هنا التوب القطري زي ما قلنا أنه هيكون بالشكل ده بس هنا نبين بس نحية واحدة هو هنا من الجنب المفروض الكتف من هنا شو كملت الغطرة وانهيت النراسم شخص من الجنب بالشكل ده هنا نجي على النقطة المهمة طبعا نقلم مثلا من وضوع العصبة ان نحنا نرسل واحد رابط العصبة في مرة ثاني اللي هي العصبة الحمدانية انه هي هتكون مثلا بالشكل ده واللفات بتاعتها اللي هنا بالشكل ده وهنا الشخص الجبهة الامث الفم ده تمام وبعدين برضو ان الشعر والأزن هتكون في المكان ده والنهاية بتاعتها بالشكل ده طبعا ده مش هنتكلم فيه دراكتي بس يعني نوهنا عليها اللي هي العصبة الحمدانية خلينا ده هو شماغ شماغ عشان نلونه هلون باللون الأحمر المفوض ان انا ارسم برصاص مش بالحب هنا هعمل الخطوط اللي هي بتكون فيه شماغ عبارة عن شبكة مربعات المربحات ده همشي مع الدوران بتاع الرأس برضو عشان اوضح المنظور اللي عندي تمام ده كل اللي ده هيستمر فيه جميع الغطرة مع ده الجزء اللي هنا ده اللي هو كإني هعمل من هنا النهاية بتاعتها تكون مختلفة تماما عن الجنب ده اللي هو التقطعات اللي هي بتكون في نهاية الغطرة والخطوط البيضة بالشكل ده دي بسهولة جدا تروح تعمل حاجة زي كده انا هعمل الخط اللي هو الزجزاج اللي هيكون هنا واحد ثاني بعد وهنا وتشوف جمال الغطرة هيظهر بعد كده طبعا ان احنا المفروض ان احنا نوضح الكلام ده اكتر نضغط على القلم لان فيه النكشة بتكون مرة تكون واضحة ومرة تكون مش واضحة جدا بالشكل ده فيه خطوط ثانية هنا وبعدين نبتدي نعمل الشبكة زي ما عملنا هنا الشبكة دي عايزها الدولارتي اللي انا اقصده منها شو الشبكة امشي مع خطوط وضوارانات الجماش كيف حتى اوضح انه ده فيه ليونة جماش مش حاجه صلبه احاول بس بقدر مايش ان انا بعمل يعني لوحة فنية خلاص انه اهتمة بالتخاصيل تكون مية في المية مزبوطة هنا نفس الكلام انا احاول اعمل خطوط منحنية ومشي مع بعض مثل بعض و احاول ان انا برضو هنا اعمل تقطعات بتاعة المربعات الشبكة اللي اعملها نفس الكلام هنا احاول ان امشي مع اللفة اللي اعملتها احاول طبعا مش اساسي في الموضوع ان انت تعمل حاجة مية في المية هنا نصفر المسافة شوية بعدين نكبر هنا بعدين نصفر هنا نكبر التصغير والتكبير ده لان انت المقروض ان هي هيكون فيها اختلافات كده هنا نفس الكلام ن triggered احاول ان انا همشي مع الناس من هنا الاقل وعكس تواطئة الشبكة المشي على الخطوط ان تظهر الحظة بشكل عام بشكل الغطرة لكن هناك تفصيلة صغيرة هنا ان انا في التقاطعات اعمل العلامات اللى هان موجودة النكسد الى موجودة واحدة بالطول واحدة بالعرض هنا نعكس واحدة بالعرض واحدة بالطول بالعرض بالطول هنا عرض طول العرض هنا نعكس وهكذا نفسك في الآخر نسمت النكشة بشكل ممتاز جدا وسهل جدا في نفس الوقت بدون أي وجه راسي بشكل ممتاز لو كملت هنا هبان هنا أكثر هنا دعنا نرى هذا بالعرض بطول العرض بطول العرض هنا نرجع للي تحت هنعمل هذا العرض بطول العرض نعكس وهكذا كل خطوط يجب أن تجد نفسك عملت الغطرة بكل بساطة وكل سهولة وشكله يظهر شكل جميل ومردد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة